اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي نظرة جديدة للعلاقة مع ايران هيلاري كلينتون لم تتنكر للاتفاق النووي ولكن هيلاري كلينتون بشكل عام تعتقد ان ايران بحاجة للاتفاق مش الولايات المتحدة بحاجة للاتفاق وانا الاتفاق ما لازم يطلق ايد ايران وتشجيع كل هذا هذه السياسة التلسعية متى المصاير هلا السياسة التلسعية يعني يلي الى طابع رهابي عن طريق الميليشيات اللي بتسلحها ايران واللي شايفينها كيف منتشرة بسوريا واللي شايفينها كيف عم تلعب حاليا باليمن وشايفينها كيف عم تعمل بالعراق فهيدي بعض هيدي بعض بعض مما تقوم به ايران مش كل شي فبعدين في حسابات جديدة انا وجهة نظري كتير بسيطة انه روسيا اللي تعاني من ازمة اقتصادية كبيرة وانسداد على كل صعيد نطيف وهي تظهر قواتها بالخارج للتغطية على الضعفها الداخلي وايران التي هي حاليا تعيش بفضل ما توفره لها امريكا من من دولارات تشحن في بعض الحيام الطائرات شركات كلها اوروبية راح مش شركات ما صار شيء اساسي بلها كيف الكاش هو لها بعم يجربوا يفرضوا امر واقع في المنطقة قبل ما تجي الادارة الامريكية جديدة بيشبه الامر الواقع التي تحاول فرضوا اسرائيل بالضفة الغربية ما دين يعني بقامة مستوطنات كيف انه بتاعوا نحن انتم مننفاوض ونفاوض بس نحنا منبدي مستوطنات خلنا نفاوض ونظهر انو عم نفاوض ونحنا منبدي مستوطنات اهم شيء بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة كل ما مر يوم يعني اذا بتلاحظ وهذا الشيء قاله اسحاق شمير بمؤتمر مدريد بقى واخر السين واحدة وتسعين نحن منفاوض منفاوض ونفاوض نفس الوقت وان شاء الله المفاوضة تستمر عشرة سنوات عشرة سنوات نحن مبني مستوطنات هن روسيا وإيران حاليا عم يجربوا يبنوا وقاعة جديدة على الأرض ان في العراق وان في سوريا ان شاء الله وما يقدروا كمان يبنوا شيء بلبنان بعد الموصل وهذا الحرب على الدواعش بالعراق وما يجري بحلب دواعش تقاتل الدواعش هل لأسف الشديد اذا كان فيه واحد هونيك داعش واحد الحشد الشعبي مجموعة دواعش بس كله نفس الشيء هل يصلح الدواعش في الحرب على داعش يعني هاي القصة كلها ما فيه بدك حكومة عراقية لجميع العراقيين وسلطة على مسافة واحدة من كل العراقيين اذا ما فيه هدا كمان قصة الموصل تندرج في عملية تدمير المدن الموصل من اهم المدن العراقية ثاني اكبر مدن العراقية ومهمة من كل النواحي مهمة ايضا بسبب التنوع اللي فيها فيها عرب واكراد تركمان هل تعرف كيف وفيها مسيحيين ومسلمين هل تعرف كيف وكل الأقليات ومدينة يعني تنبض كانت بالحياة وعندها كمان مدينة بالفعل موقعة جغرافي كثير مهم ولكن 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 كل هذه المدن وكل هذه الحواضر معرضة للتدمير والتهجير هذا اخطر ما يحصل حاليا في المنطقة طيب النتيجة السياسية لهذه الحروب شو هي بحلب بالعراق وبغيره من المدن نتيجة السياسية هي عندك كل شي بالمنطقة عنده صوت وعنده هيمنة معينة باستثناء القواء العربية يعني تركي قوي تركي أعمل مصلحته بالعراق حاليا على وحول وعن بيعطوه شو مبدو بالموضوع الكردي ايران موجودة بخوة روسيا موجودة بخوة وكل ذلك بالتنسيق اذا بتلاحظ مع اسرائيل تنسيق الروسي الاسرائيلي يومي يومي نعم وبالساعة يعني في غرفة عمليات مشتركة اسرائيلية روسية بما يخص سوريا عمليا اللي عم نفذ ونحن عم بيت تغير طبيعة المنطقة منذ سقوط العراق بال2003 تغيرت توازن الاقليمي لأنه الحدود بين العراق وإيران كما قال بالزمانة الرئيس فرانسوامي تيران ليست حدودا بين دولتين هي حدود بين حضارتين كبيرتين وما الحضارة الفارسية والحضارة العربية وكل التوازن الاقليمي قائم على المحافظة على هذه الحدود سقط أسقط الأمريكي بال2003 هذه الحدود ونحن نشهد عمليا خلل في التوازن على السعيد الاقليمي في وقت ما في شيء اسمه مصر إذا بتلاحظ هذا الغياب المصري الشديد مصر تستقبل حاليا على مملوك أو شيء من النوع لا تستحي أقول لك العمليا بدنا نشوف شو بدو يصير حاليا أنا ما فائد الأمل بالعكس مصر دولة عربية كبيرة والمهم نكون علاقتنا فيها ممتازة والمهم نسعى نحن حتى جزء من التوازن الاقليمي تأمل مصر تلعب الدور اللي مفروض تلعبه فحاليا ولكن هذا هو الواقع الذي نعاني منه وهذا هو العواقع الذي يدفع أكثر فأكثر إلى تسوية محلية لبنانية للمحافظة على لبنان فيها نستفيد نحن حاليا أنه مشتماع الدولي المشتماع الدولي أوروبا والولايات المتحدة ما حدا يسمع بأزمة لاجئين كبير بأوروبا ما بدون رتيف يدهور وضعوا لبنان هايدي واحد من الأسباب حماية لبنان فنحن خلان نعمل واجبتنا على الصعيد الداخلي رتيف للمحافظة على هذا البلد قدر الأمكان بما تسمح به الظروف عملنا القسم الأهم من الواجب وبعض شي مثل ما ذكرنا هلأ 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 الأزمة هي مشت الأزمة حاليا هلأ إذا بدك تحكي عن الأزمة هي شو بدون يعمل أزمة ميشيل عون ومع حزب الله شو بدون يعمل أزمة شو بدون يعمل حزب الله والأزمة هي عند محلتين محلتين رفين شوف شو قصة أنا بدي أشكرك السلام على هذا الكلام اليوم بكلام بيروت أشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء شكرا